بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتب الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة الحاقة وفي كلامنا عن أهل النار عاذنا وعاذكم الله ووصلنا إلى قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وقد تكلمنا عن هاتين الآيتين في الدرس الذي مضى واليوم نكمل إن شاء الله من قول الله تعالى ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم كما سبق أن قدمنا في الحلقة الماضية قلنا أنها أفادت التراخي في رتبة العذاب وليس في قضية الزمن إنما كما قال تعالى لابثين فيها أحقاب فهم باقون في العذاب أحقاب والحقب كما ورد في قول سيدنا علي أنها الحقب مئة سنة كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم كل يوم كألف سنة مما تعدون وورد عن ابن عباس أن الحقب ثمانين سنة على نفس الترتيب في كل سنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوم وكل يوم بألف سنة مما تعدون وهذا ليس معناه أنه سينتهي العذاب كما يعني يفهم من ظاهر القول قالوا إنما أحقابا في لون العذاب الواحد يعني كل لون من ألوان العذاب سيبقون فيه أحقابا ولا ندري أعاذنا وعاذكم الله كم سيكون من ألوان العذاب غدا يوم القيامة قال ثم في سلسلة ذرها السلسلة هو كل حلقة ارتبطت بأخرى على نظام متوال متسلسل فتسمى سلسلة السلسلة كما قلنا وقدمنا في الحلقة الماضية قلنا كما قيل على أنه الحلقة الواحدة منها تجمع حديد الدنيا بقدر حديد الدنيا وسلسلة عظيمة في حجمها وفي ثقلها وفي وزنها وفي حرارتها قال ثم في سلسلة ذرعها والذرع هو ما يقاس بالذراع ولاحظوا من لطائف القرآن يعني الخطوة هو ما يقاس بين الأقدام الخطوة قالوا هو المسافة بين الأقدام أقدام الإنسان قال لا تتبع خطوات الشيطان قال ابن جني في المحتسب قال خطوات الشيطان الخطوة هي المسافة التي تكون بين القدمين هنا قراءة شاذة ذكرها ابن جني قال لا تتبع خطوات الشيطان بالهمس قالوا لأنه جمع بين الخطوة والخطيئة فكل خطوة للشيطان خطيئة نعم أشاهد هنا الذرع الذرع يكون لمن قالوا لما يقاس في الذرع ولكن جاءت في قصة سيدنا لوط لما جاءت الرسل إلى لوط عليه السلام قال سيئ بهم وضاق بهم ذرعا ضاق بهم ذرعا لحظة تعبير الجميل للقرآن الكريم في قضية الذرع قالوا أن ناقة كلما يكون عليها حمل خفيف تفتح أرجلها بالمشي وهذا قضية فيزيائية معروفة وكلما يكون الحمل عليها ثقيل اضيق رجليها حتى تستطيع أن تتحمل الثقل شبه القرآن الكريم سيدنا نوح عليه السلام بالناقة التي قد وضع عليها حمل عظيم حتى ضاق ذرعها والذرع هو المسافة التي تكون بين أقدام الناقة كأنه ضاق الذرع لشدة ما عانى نوح لوت عليه السلام من هول مجيء الضيوف إلى بيته ماذا سيفعل بهم وماذا سيفعل لهم وكيف يحميهم من القوم قوم السوء الذي كان عندهم هنا قال ذرعها أي طولها بأي طول وأي ذراع هذا قال أبو العالية بذراع لا يعلمه إلا الله الطول لا يعلمه إلا الله ورد عن ابن عباس قال بذراع الملك بذراع الملك وفي رواية أخرى قال الذراع الذراع كما قاله نوف البكالي وكان بالكوفة قال نوف البكالي قال الذراع هنا سبعون باعا الذراع الواحد سبعون باع وكل باع ما بين الكوفة إلى مكة هذه السلسلة في ذرعها سبعون ذراعا طول هذه السلسلة سبعون ذراعا قالوا هل المراد بالسبعين العدد سبعين أم يراد منها الكثرة أم ماذا يراد منها قالوا أنه هذه السلسلة سبعون ذراعا منهم من قال على أنه السبعين إنما أراد بها سبعين ذراع على الذراع الذي ذكرنا لا يعلمه إلا الله فتكون سلسلة عظيمة لا يعلمها إلا الله ومنهم من قال على أنه السبعون سبعون ذراعا أراد بها العدد سبعين كما قال تعالى إن استغفرت لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم منهم من أخذ على العدد سبعين ومن أخذ على أن العرب إذا أرادت أن تكثر عدد أوصلته إلى السبعة وهذه طبيعي ذكرها الإمام الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل قال أن العرب عندها أكثر عدد سبعة فما زاد عن السبعة تجعل له والثمانية كما هو معروف وكذلك قال من أين جاء العدد سبعة أن يكون هو أصل العدد عند العرب قال العرب تجمع المفرد مع المفرد وتجمع المفرد مع الزوج وتجمع الزوج مع الزوج فقال المفرد مع الزوج يكون ثلاثة والزوج مع الزوج يكون أربعة والثلاثة مع الأربعة أربعة يكون سبعة هكذا ذكرها الإسكافي في ذرة التنزيل وغرة التأويل قال في ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه فاسلكوه أي أنه يعني أدخلوه في السلسلة ربما أحدنا يقول يعني ممكن السلسلة تدخل فيه أما هو يدخل في السلسلة كيف يكون فهم الآية نعم هذه الآية فيها كلام كثير سنتكلم عن بعض التفاصيل فيها أولا كلمة سلكة وأسلكة كلاهما مستعمل في اللغة لكن القرآن ما استعمل في الآيات إلا كلمة سلكة قال كذلك نسلكه في قلوب المجرمين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين نعم هنا قال فاسلكوه فسلكة جاءت على هذا المعنى وسلكه وأسلكه الطريق أي أدخله فيه سواء كان هو الذي يمشي في الطريق أو يمشي على الطريق فكلاهما ممكن أن يعبر بسلكة وأسلكة قال الإمام الفراء قال وهذا أسلوب تعرفه العرب أنه نقول أدخلت رأسي في القلونسوة وأدخلت القلونسوة في رأسي عندما تقول الخاتم مثلا تقول أدخلت الخاتم في إصبعي أنت أدخلت الخاتم في إصبعك أم أدخلت إصبعك في الخاتم هذا المعنى هنا السلسلة يسلك فيها قالوا إنما لم يعبر القرآن أنه السلسلة تسلك فيه إنما عبر أنه هو الذي يسلك في السلسلة قال هذا لشدة العذاب لأن السلسلة غالبا تكون ملتوية وتكون ملتفة فعندما هو الذي يسلك في السلسلة كما ينظم اللؤلؤ في الخيط أو كما ينظم الخرز في الخيط ينظم هكذا يسلك في السلسلة وهذا فيه عذاب عظيم وفيه ألم شديد على الكافر عاذنا وعاذكم الله قال فاسلكوه أي أنه أدخله في السلسلة وما بقي منها يلتف بها وقيل على أنه هذه السلسلة يعني سبعون ذراعا وإن كانت سلسلة عظيمة بهذا الطول فما الحاجة إليها ورد فيها قولا قول يقول على أن السلسلة هذه على طولها يعني ابن نجيح هكذا ورد عنه قال هذه السلسلة تدخل في ثمه وتخرج من دبره فما زاد علىها تلف حوله فتضيق عليه وتورده المهالك ولا موت يعني ليس هناك موت كما هو معروف قال ثم لا يموت فيها ولا يحيا على الخلاف في تفسير الآية وسنتكلم عنها إن شاء الله في وقت لاحق لكن قال ما زاد عن السلسلة يلف حوله ومنهم قال ما الفائد بهذه السلسلة الطويلة قال إنما يسلق فيها جميع أهل النار جميع أهل النار يعني يسلكون في هذه السلسلة وهذا فيها عذاب عظيم عندما يسلك الجمع العظيم المليارات مليارات المليارات من الكافرين في سلسلة واحدة يكون هذا أصعب عليهم في الحركة وأألم عليهم في كل يعني في كل لحظة لأنه لم تكن السلسلة لرجل واحد إنما هي لجميع أهل النار كما ورد أيضا ولذلك جاءت السلسلة على هذا الطول بهذا المعنى على شدة العذاب وعلى معنى ما يقاسيه الكافر في النار قال فاسلكوه ربما يقول البعض هذا العذاب العظيم وهذا الألم الشديد ما الذي رتب القرآن على هذا الألم وما الذي رتبه على هذه العقوبة قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الله العظيم الذي أعطاك وخلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله سبحانه وتعالى الذي جعلك في أحسن صورة ومتعك على خلقه بالعقل وجعل جميع الخلق وجميع المخلوقات هي طوع طوع الإنسان هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع هذه النعم العظيمة التي أعطاك الله إياها أعطاك نعم لو أردت أن تزرع سن واحد أعطاك أسنان تخرج مباشرة إذا سقطت وأولاك من النعم ما لا يحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها والنعم الواحد ما قال إن تعد نعم الله إن تعد نعمة الله لا تحصوها على من أخذ على الإفراد الإله العظيم الذي أعطاك هذه النعم مجانا وما أراد منك إلا شيئا واحدا إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أو شرباء شرباء يحمده عليها يعني أكل مجانا والشراب مجانا وكل شيء فقط تقول الحمد لله ومع ذلك تنسب الفضل إلى غير الله فإنه كان لا يؤمن بالله العظيم وما أراد اللهم العبد شيء إلا الإيمان قالوا أن لله على العباد حقا وللعباد بعضهم على بعض حقا فأما حق الله على العباد كما رأي في مستد إمام أحمد أن يعبدوه ولا يشركو به شيئا ولذلك الله سبحانه وتعالى ما طلب من العبد شيء يعني ما طلب منك شيء يا عبد يا مخلوق إلا أن تؤمن بالله وتغن بما أمر الله به من الواجبات هذا جزاء يعني من فعل هذا كأنه يعني أعطى أو شكر الله على النعم التي أعطاه إياها في وضوئك وفي صلاتك وصيامك وحجك وامتناعك عن الحرام وعن الربا وعن غير ذلك من المنهيات فكل ذلك يصب في رحمة الله على العبد ونعم الله على العبد قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولذلك لاحظوا عندما يكون الناس في النار قال تعالى ربما يود الذين كفروا كما في سلط الحجر لو كانوا مسلمين مجرد إسلامك مجرد أنه لا إله إلا الله هذه الكلمة هذه الكلمة تخرجك من النار أورد الحسن البصري فيما روه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال تأتي الأعمال يوم القيامة لاحظوا قال فتأتي الصلاة فتقول أنا الصلاة يا رب يقول إنك على خير قال ثم يأتي الصيام فيقول أنا الصيام يا رب فيقول إنك على خير ثم تأتي توالى الأعمال قال فيأتي الإسلام فيقول أنت السلام يا رب وأنا الإسلام فيقول الله له بك آخذ وبك أعطي بك آخذ وبك أعطي فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال إن الدين عند الله الإسلام لذلك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم عدم الإمام بالله جريمة كبرى في الدنيا عندنا أنه الخيانة التجسس خيانة كبرى وجريمة كبرى أليست الجريمة الأكبر أنت تخون نعم الله عليك أنت يعني تنفي نعم الله عليك بكل ما أعطاك قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم قالوا العظيم هنا معناه أن ليس هناك شيء يوازيه في المكانة والمنزلة ولا في الخير ولا في العطاء فالله العظيم بنعمه ومننه عليك ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين أي أنه الحظ كما قال الإمام القرطبي قال هو الحث والتحريض الدفع الناس إذا ما كان عندك شيء يا أخي عقل تقدير لا تكون مانع من الخير للغير فهنا لاحظوا قال بعض أهل التفسير قالوا الذي لا يحض على طعام المسكين يكون هذا عذابه فكيف بالذي يمتنع عن الإطعام يعني الذي ليس عنده ولا يحض غيره على الإطعام يكون هذا عذابه فكيف الذي عنده ولا يعطي أو عنده المال ولا يطعم وهذا يعني أمر عظيم قضية إطعام المسكين لماذا؟ لأنه إطعام المسكين جزء من حق العباد على العباد قلنا حق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا وحق العباد على العباد أنه يأمرون بالمعروف ينهون على المنكر يتنهون بينهم ولذلك الله سبحانه وتعالى حاسب اليهود وعاقبهم عندما قال إنهم كانوا لا ينهون عن منكر إنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يتناهون ما قال كانوا لا ينهون عن منكر قال يتناهون والتناهي تفاعل أي أنه لا يمنع أن يكون الإنسان يفعل سوء ويمنع غيره عن السوء قالوا ولكن الأولى أن يمنع السوء الذي لا يقوم بعمله لأنه حتى لا يقع تحت طائلة قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ولكن لا يمنع الإنسان أن ينهى أخاه عن سوء وقع به ولذلك الله عاقب اليهود قال إنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قال ولا يحض على طعام المسكين قال طعام المسكين أي إطعام المساكين وما كان يقدم شيء للفقراء والمساكين وهذا كان كما كان يقول المشركون قال نطعم لو من لو شاء الله أطعمه نطعم هؤلاء لو أرد الله أن يطعمهم لا أطعمهم وأنتم تقولوا أن الله غني والله قادر والله كريم إذا شاء الله أن يطعمهم هو لماذا نطعمهم نحن كأنه هذا المعنى فلا يحض على طعام المسكين ربما البعض سيقول وهل الكافر يحاسب على عدم إطعام المسكين ذهب الإمام الرازي في التفسير قال وهذه الآية حجة على الكافر على أنه يحاسب على فروع الأعمال فروع الشريعة زيادة في عقوبته يعني ربما قد شرحنا هذا في دروس سابقة لكن لا ضير من الإعادة لإقتضاء الموطن هذا الكلام لاحظوا الكافر لن يحاسب فقط على قضية الفرائض هذه لا شك منها عدم الإيمان وعدم الصلاة وعدم الصيام والحج ولكنه سيحاسب على أدق فروع الشريعة ما كان لغيره من المسلمين سنة إن شاء فعلها وإن شاء تركها ما كان ندبا إن شاء فعلها وإن شاء تركها وكان الأولى السنة القيام بها والأخذ بها أفضل أنا قدمت السنة على الندب ولكن الكافر زيادة في العقوبة عليه يحاسب على جزئيات الشريعة حتى الأمر الذي كان مندوبا عند المسلم سيحاسب عليه لما لم تذكر كذا في دخولك الحمام لما لم تقول كذا عند طعامك لم لم تقول كذا عند استيقاضك منه وهذا كله في زيادة لعذابه وهذا كله يجمع على الكافر ولاحظوا لما كفر بالله استحق العقوبة في كل شيء أوجده الله وكل نعمة أوجدها الله استحق العقوبة عليها بإنكاره لنعمة الله العظيمة في إيجاده وفي خلقه قال ولا يحض على طعام المسكين قال الإمام الزمخشري قال المسكين هو من أسكنته الحاجة ومنه السكين سميت سكين وسكينا لأنها تسكن الذبيحة ولذلك قالوا أنه يعني المسكين والفقير كما هو معروف الخلاف بين الشافعية والحنفية بين القضية الفقير والمسكين أيما أشدوا حاجة وليس الكلام هنا عن القضية الفقهية بقدر ما الكلام عن قضية لغوية قالوا المسكين هو من أسكنته الحاجة والفقير هو من ظهرت فقار ظهره فكأنه هنا لا يحض على طعام المسكين أي أنه لا يقدم شيء للفقراء وقد ذكر الله سورة كاملة بسورة الماعون سورة الماعون وهي إطعام الطعام وتقديم الخير للناس وهذا من حق يعني حق الفقير على الغني قال وَلَا يَحُضُّوا عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ الذي يتمنى أن يكون له حميم أي صديق شفيع أو أقارب كما قال بعض السلف وسمي الصديق الحميم حميما قال لأنه يعني احنا تذكرنا عن الحميم والحمام والحمام والحمى يعني هذا التركيب الحاء والميم والماء الحميم والصديق الحميم قلنا هذا التركيب كله يدور على معنى الغليان والإثراب والحركة وقلنا هنا الحميم الحميم الذي كما قال القرطبي الذي يغلي دمه إن أصابك سوء نقول صديق حميم يعني ما معنى حميم كأنه دمه يغلي إن أصابك سوء فليس له في ذلك اليوم حميم كما قال تعالى في آية أخرى ولا ليس لهم اليوم هنا حميم ولا شفيع يطاع فليس لهم لا من شافعين ولا من أصدقاء وكما قال تعالى الأخلاء يوم بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين لذلك في ذلك اليوم من عصيب ليس له في ذلك اليوم من حميم لا من صديق ولا من شفيع يشفع له ويخفف له شيئا من العذاب لذلك يعني ذلك اليوم الذي يجب أن يعتبر به ويعتبر من حاله من حال الكافرين يعتبر المسلم أنه ذلك اليوم عصيب إلا من أتى الله بقلب سليم نعم قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لحظوا عندما قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا لما قال ولا طعام إلا سيتوقع العبد أنه سيكون هناك لهم شيء من الأكل يكون لهم شيء من النعمة لعندما قال يعني ليس لهم طعام إلا لكن يفاجئك القرآن بأنه ماذا يعطيهم طعام أشد من عدم وجود الطعام قال وليس لا يعني قال ولا طعام إلا من غسلين هذا يعني العرب تستعمل هذا الأسلوب كما يسمونه المدح بما يشبه الذنب أو الذنب بما يشبه المدح على استعمال على استعمالين يعني كما قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا فتتوقع عنه ماذا بعد إلا سيأتيك شيء خفيف شيء بسيط يعني إلا قليل من الماء إلا قليل من الطعام ثم يفاجئك القرآن بماذا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقة زاد عليهم العذاب وغير لهم أصناف وألوان العذاب أكثر كذلك هنا قال ولا طعام إلا ستتوقع عنه إلا طعام قليل ربما يخفف عنهم يوم يعطون شيء في النار قال إلا من غسلين والغسلين كما قال المبرد قال كل جرح غسلته فسال منه الصديد والدم فهو غسلين من الغسل فقالوا الغسلين هو عصارة أهل النار وما يسيل من صديدهم ومن جروحهم ومن قيئهم يجمع ثم يطعم هؤلاء عاذا وعاذكم الله من هذا الطعام الذي هو غسلين فعلين على وزن فعلين قالوا يعني شديد يغسل تغسل به جروح أهل النار وصديدهم قال ولا طعام إلا من غسلين وكما قلنا هذه طريقة الأسلوب ولا طعام إلا ثم فاجأنا القرآن بأنه أعطاهم أشد العذاب كما قال الشاعر لا خير فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب يعني عندما يقول الشاعر لا خير فيهم غير أن سيوفهم تنتظر أن يذكر عيب بعد السيوف يفاجئك الشاعر بماذا؟ يعطيك مدح أشد من المدح الأول بهن فلول من قراء الكتائب كذلك هنا لما نفع عنهم الصديق ونفع عنهم الحميم والشفيع والطعام إلا ثم يفاجئك بالغسلين قالوا الغسلين ما هو الغسلين؟ المشهور أنه صديد أهل النار وقيل الزقوم وقيل هو الضريع كما قال ليس لهم طعام إلا من ضريع في آية أخرى وقيل أنه طعام لا يعلمه إلا الله أعاذا وعاذكم الله طعام عظيم في ذلك اليوم العصيب على هؤلاء الذين سيكونون في النار أحقابة قال ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله لن يكون هذا الطعام نصيبا إلا لمن لا يأكله إلا الخاطئون إلا الذين تعمدوا الخطأ إلا الذين وقعوا في الخطأ عن عمد وليس أنه الذين يعني عن غير عمد وأنه وقعوا في خطأ غير مقصود ولذلك لاحظ أنه هناك فرق بين الخاطئ الخاطئ والمخطئ هناك فرق بينهم كما ذكر أهل التفسير فقالوا الخاطئ هو الذي تعمد الخطأ فلا يأكله إلا الخاطئون الذين يتعمدوا محاربة الله ورسوله وتعمدوا محاربة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يعني كان لهم من العذاب العظيم وكان لهم من الوبال العظيم الذي وقع عليهم أنه لا يأكله إلا الخاطئون وربما يقول البعض كيف ساغى وجاز أن يكون الطعام هو غسلين وهو إما صديد أو شراب أو غير ذلك وهذا في الأصل أن لا يكون طعاما فكيف سماه القرآن طعام قال أهل التفسير إنما سماه الله سبحانه وتعالى طعاما لأنه جرى عندهم مجرى الطعام كما يقول الشاعر تحية بينهم ضرب وجيعه هو التحية لا تكون ضربا ولكن لما كان الضرب والوجيع بينهم هو التحية يعني أنزل منزلة التحية أو أنزل الضرب منزلة التحية كذلك قال يعني لا يأكله إلا الخاطئون وكذلك لا يحظوا القرآن ربما تقولون لو قلنا أنه صديد أهل النار لو قلنا أن الغسلين هو صديد أهل النار والصديد لا يكون طعاما يكون شرابا فما الحكمة أنه قال يعني طعام نقول أولا ربما يكون الغسلين زقوم كما ذكر بعض أهل بعض المفسرين وربما يكون الضريع كما ذكرنا قبل قليل ومنهم ما قال أنه الطعام ما يطعم ما يعني يتلذذ أو ما يشعر بطعمه أو ما يؤكل مع الشراب يسمى طعاما لذلك لاحظوا في سورة البقرة عندما قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه هو الكلام عن ماذا عن ماء قالوا ومن لم يطعمه هناك أقوال كثيرة في قضية لم يطعمه لكن يعني أيضا ذهب أني سابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان قال ومن لم يطعمه أي أنه ما شرب أن اليهود قالوا سنحتال على الله سبحانه وتعالى أن نبيه ماذا قال لهم قال أنه من لم يطعمه قالوا فنحن ماذا نفعل نشرب الماء مع الطعام فقال من شرب منه ومن شربه مع الطعام فليس مني وبهذا قطع حجتهم نتوقف إلى القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم بعونه تعالى إذا شاء الله في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة